لا توجد دولة في التاريخ الحديث تحملت اثار الصدمات الخارجية اكثر من الاردن هذا ما اكد عليه جرالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية السادسة التي حملت عنوان سيادة القانون اساس الدولة المدنية وتناولت في متنها عددا من الافكار والرؤى لتعزيز المسيرة الاصلاحية كضمان حقوق الاقليات وسبل الادارة الحديثة وسيادة القانون وتطوير الجهاز القضائي الورقة النقاشية السادسة وابرز محاولها في التقرير التالي سيادة القانون اساس الدولة المدنية هو العنوان الذي طرحته الورقة النقاشية السادسة التي استهلها جلالة الملك بالاشارة الى التبعات التي يتحملها الاردن جراء ازمة اللجوء السوري والاحداث التي تشهدها المنطقة كما اختار جلالة الملك التمهيد لشرح الفكرة بتناول العناصر الاجتماعية التي تسبق الحالة القانونية مؤكدا ان عدة ظواهر اجتماعية نتجت خلال الفترة الماضية ادت الى الاخلال بمبدأ سيادة القانون وممارسته بانتقائية ما يعني ضرورة ايجاد صيغة جامعة بين المكونات الاجتماعية والاقليات وحقوقها حيث كتب جلالته ان شعور اي مواطن في مجتمعنا بالخوف والظلم لانه ينتمي الى اقلية يضعنا جميعا امام واقع يستند الى اساس مهزوز ومن هنا فان ضمان حقوق الاقلية متطلب لضمان حقوق الاغلبية كل مواطن لديه حقوق راسخة يجب ان تصانى وسيادة القانون هي الضمان لهذه الحقوق وتحت عنوان سيادة القانون تنتقل الورقة الى محور الدولة بمفهوم الادارة الحصيفة حيث اكد جلالته ان ما حققناه من خطوات جيدة على مسار الاصلاح السياسي بدءا من التعديلات الدستورية لعام 2011 وما تبعها من تشريعات نظمة للعمل السياسي وعلى رأسها قانون الانتخاب واللا مركزية يجب ان تتماشى مع اصلاح اداري جذري وعميق يهدف الى تعزيز سيادة القانون وتطوير الادارة كما تناولت الورقة الضمانات لتحقيق مبدأ الادارة الحصيفة ومنها اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتطبيق القانون على جميع مؤسسات الدولة دون استثناء وفي هذا السياق دعت الورقة الى تبني مؤسساتنا لمدونات سلوك واخلاقيات عمل ملزمة بشكل يحكم عمل واداء المؤسسات والسلطات المعنية كما دعت الورقة الى تقديم الضمانات عبر وجود اليات رقابة فعالة متمثلة باجهزة الحكومة الرقابية كوحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبالبرلمان ودوره الرقابي والدستوري الفاعل الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن في المقام الاول كما تطرقت الورقة الى الواسطة والمحسوبية اذ كتب جلالة الملك لا يمكن لنا ان نقبل او نغض الطرف عن هذه الممارسات التي تقوض اساس العمل العام في خدمة مواطنين ولا يمكن ان نجعل من هذه الممارسات وسيلة نحبط بها الشباب المتميز والكفو وحذرت الورقة من استمرارية الواسطة والمحسوبية وخصوصا الية التعيينات في المناصب العليا اذ كتب جلالة الملك عن المناصب العليا والتعيينات فيها قد شهدنا في السنوات الاخيرة بعض الممارسات في هذا الخصوص والتي ارى فيها تجاوزا على مؤسساتنا واثقالا لها وللمواطن بموظفين غير اكفياء وتجريدا وحرمانا لها من الكفاءات والقيادات التي تساهم بالارتقاء بها والنهوض بعملها في خدمة الوطن والمواطن ولكون الجهاز القضائي هو الاساس لتعزيز سيادة القانون فقد اوعز جلالة الملك بوضع استراتيجية واضحة للسنوات القادمة تعمل على صيانة وتطوير مرافق القضاء وسائر الاجهزة المساندة له ومن اجل الوصول الى فكرة الدولة المدنية واسسها المستمد من التراث العربي والتي اكد عليها جلالة الملك قائلا ان الدولة المدنية هي دولة القانون التي تستند الى حكم الدستور واحكام القوانين في ظل الثوابت الدينية والشرعية وترتكز على المواطنة الفاعلة وتقبل بالتعددية والرأي الاخر وتحدد فيها الحقوق والواجبات دون تمييز بين المواطنين